استخلصت يمكن تصورت قدمت بيلي دكتورة نفين الكلاني ووزيرة الثقافة متعلق بيه رخماً القطعات وزارة الثقافة وزاي نبدأ نستحدث أشكال جديدة تعود بشكل كبير جداً على هذه القطعات سواء في صناعة الكتاب أو صناعة الموسيقى الفني التشكيلي رسالة علمية الموجودة في أكاديمية الفنون التراث المتعلق بيه المبدعين المصريين طبعاً مصر حافلة بالعقول الإبداعية في كل المجالات زي نبدأ نستفيد من هذا الأرشيف أو هذه الأرشيفات بشكل كبير جداً بلا ما هي موجودة في المكتبات صحيح نعيد إنتاجها وتقدمها بما يحقق عوائد عندنا تراث عظيم غني جدا عندنا تراث عظيم وأدباء وكتاب يعني لو أعدنا مئة سنة لو أعدنا نشر كتابهم ورواياتهم وأدابهم مرة تانية بالطريقة دي أعتقد أن احنا هيكون عندنا تاريخ جديد بيتبني دا حقيقي والله أنت بتفخر طول الوقت مش كلام نظري يعني على الأرض تاريخ هذه الأرض يعني المجتمع المصري صح وطاريخ مبداعينا ومواقفهم محترمة جداً ومنجازهم الإبداعي طبعاً يعني لو أنت زي ما حديك قلت بدلاً نطلع هذا الكنوز والدرر طبعاً على سبيل المثال إيه المانع مثلا خلينا نفكر مع بعض على الهوى كده مع حضرتك فد تجربة عملية إيه المانع أن أنت عندك مثلا منزل المكلسوم موجود فيه طمائي الزهيرة ومنزل اللي قلت فيه مثلا محمد عبد الوهاب فيه قريته ومنزل نجيب محفوظ ومنزل طاح الصين وهكذا موجودة في قرى هذه المنازل إيه المانع أن احنا نحاول هذه المنازل مثلا لمتاحف افتراضية لمتاحف افتراضية ونعمل تطبيق موجود عليه بكاميرا افتراضية تبدأ تخش أو كاميرا 3D تبدأ تخش تعمل جولة افتراضية في هذه المنازل بس بالفعل فيه فيه يعني من ضمنها مثلا مؤسسات حياة كريمة بتصور يعني فيه في بعض مؤسسات التابعة للدولة اللي بالفعل ابتدت تستفيد من ده بس طبعا حالك بتتكلم على نطاق أوسع يعني صحيح يعني انت عايز يتم استخدام كل هذه الأماكن على نطاق أوسع صحيح يعني أنا أتمنى أن يبع عندنا أبليكيشن موجود عليه كل هذه المنازل يتم تحولها بشكل ديجيتال لمتاحف افتراضية ورقمية لو فيه أوتوبيس سياحي معد على قرية ومكلسوم مثلا على حاجة فبيبدأ يبعث له إشعار يقول له خد بالك على بعض 200 متر هنا يوجد متحف ومكلسوم حالك عايز تعمل جولة افتراضية تفضل من خلال هذا التطبيق عايز تيجي تعمل زيارة تشتري صناعات ثقافية وإبداعية موجودة في القرية يعني يتعرف بها هذه القرية مثلا من صناعات متعلقة بالجريد أو الملابس والأزياء وهكذا فيوجد ركن مثلا لمباعات هذه البداية فنبدأ نشغل كمان الصناعات الثقافية والإبداعية اللي بتتميز به هذه القرية داخل هذا الملابس جميل ده كلام رائع